اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد مرة تانية بنتابع مع حضراتكم احوال الطقس في تغطيتنا المستمرة معاكم والمتابعة اليومية لأحوال الطقس هالمستعدين للبسطرة من السائع للسخن ومن السخن للسائع ده بالتأكيد اللي بيحصل او اللي هيحصل كمان في الجو خلال الايام اللي جاي كشفت الهيئة العمل للارصاد الجوية ان البلاد هتشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الانحاء بداية من الغد على اثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية هتكون ذروة الارتفاع يوم الحد اللي جاي حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة 39 درجة كمان هترتفع درجة الحرارة الصغرى ايضا وهتكون درجات الحرارة اعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام كشفت منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئة العمل للارصاد الجوية لليوم السابع ان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة هتكون ايام الحد والاثنين وتصل خلالها درجات الحرارة على القاهرة لستة وتلاتين درجة وجنوب البلاد هتصل الى واحد واربعين درجة ايضا هيكون فيه رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والاتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السابت وهتمتد الى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الحد ليسود طق صحار جاف وهيكون يعني فيه غبار في بعض المناطق ايضا تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد غدا السابت ارتفاع طفيف درجات الحرارة ليسود طق صحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل الخرارة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية ايضا هيكون الجو شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا وفيه الصباح الباكر على الشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري هيكون لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد أوضحت أيضا هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية وتقص مشمس بشمال وجنوب الصعيد اعتبارا من يوم التلاتة هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء هيصود تقص ربيعي مائل للحرارة نهارا وهيكون مائل للبرودة ليلا وعن حالة التقص يوم التلاتة 18 إبريل فإنه اعتبارا من يوم التلاتة هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء هيصود تقص ربيعي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا عن تقص يوم الأربع 20 إبريل فهنشهد المزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على كافة الأنحاء هيصود تقص مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا بنسبة لنشاط الرياح تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت القاهرة العظمى 30 الصغرى 17 الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 14 مطروح العظمى 24 الصغرى 15 سهاج 36-14 قنا 36-18 أسوان العظمى 38 الصغرى 19 وأخيرا سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 11 أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التوطية من تلفزيون يوم السابع وإلى اللقاء